حكومة السيد مصطفى الكاظمي الآن شغلها الشاغل هو الانتخابات المبكرة قاعدين دا يشتغلون على قضية انه احنا شون لازم انقيم ونسوي الانتخابات المبكرة بوقتها وبموعدها المحدد حتى يصير التغيير المنشود التغيير الناس كله دا تريده كل الناس دا تريد انه خلص هذا الطبق السياسي اللي موجوده تتبدل تماما اذا كانوا على مستوى الحكومة اذا كانوا على مستوى النواب وانه يكون فتفرصة جيدة جدا للناس المتظاهرين والناس المدنيين ان يكونوا موجودين من ضمن النواب ومن ضمن المسؤولين العراقيين وبالتالي يصير فتغيير جيد من اجل انه نطلع من هذه الحقبة الصعبة اللي دا يمر بيها العراق وطبعا اجتماعات السيد الكاظمي يعني واحدة من الاجتماعات المهمة اللي صارت مع الممثلة الاممية جنن بلاسخارت وايضا مع المالية ولكن اكو مشاكل واكو تحديات واكو اشياء ممكن جدا انه تأجل الانتخابات المبكرة وتخليها بموعد آخر تماما وتتأجل يمكن ستة شهر اذا مو سنة من اجل انه حتى نسوي هذه الانتخابات واكو اسباب عدة الهسة اذا اجينا القينا نظرة على طبيعة البيان اللي صار من سيد مصطفى الكاظمي مع جنن بلاسخارتب هذا اللقاء شوفوا البيان شون اللي قاله ان اللقاء باحث السبري الكافيلة لإقامة الانتخابات المبكرة في العراق في حزيران المقبل وضمان المراقبة الدولية لها لضمان انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب العراقي واضح في حزيران المقبل يعني لازم هذا الموضوع يصير في موعده فهس المشاكل الفنية ومباشرة بعد هذا البيان مباشرة اللجنة القانونية النيابية وتحديدا عضو اللجنة القانونية النيابية السيد حسين العقابي رأسا صرح وقال احنا عندنا مشاكل فنية ومال احنا نسويها في حزيران هاي شغلة مستحيلة لان اكو امور فنية كثيرة دنعاني من عدها فهو لخص الموضوع حقيقة ووحدة من اهم النقاط الفنية اللي ذكرها هي الآتي قال هنالك صعوبات فنية لاجراء الانتخابات المبكرة لان النظام الانتخابي جديد ولم يعمل به سابقا سبب فن اخر الرغبة الحكومية والسياسية بالانتخابات المبكرة كانت تسمح للمضي باعتماد المحافظة دائرة واحدة لا دوائر متعددة كما صوتت الكتل السياسية فهذه واضحها قد تكون كفيلة يعني في قضية تأجيل الانتخابات لكن هل يا ترى سيد مصطفى الكاظمي يعني ألقى نظرة على هذه الاسباب الفنية وحطوها من ضمن تقييماتهم فيما بعد أنه يا بترى راح نعلن أنه أكو مشاكل فنية لهذه المشاكل فنية ممكن تفشل الانتخابات وليوم احنا ندري حكومة السيد الكاظمي أمام تحديات كثيرة لكن التعويل الأساسي أنه هاي الحكومة تنجح في الانتخابات فإذا فشلت بسبب هيتشي أمور فنية معناتها لا سامح الله هذه الحكومة فشلت في كل شيء لأن التعويل على هاي الحكومة أن تنجح بهذا الأمر وهذا أمر لازم نأكد عليه مرة ومرتين وثلاثة القضية الأيضا الأهم في هذا الموضوع أنه بغض النظر عن قضية المشاكل الفنية وحتى تصير حزيران أو ما تصير أكو أمر أنه لازالت أكو اعتراضات سياسية على قانون الانتخابات أساسا وهذه اختلاف الآراء كبير اليوم موجود يعني مو كل الناس تفقت على هذا الموضوع فذلك إذا ألقينا نظرة على إحدى التغريدات من أحد السياسيين المهمين اللي هو السيد إياد علاوي شف شنو اللي قال على قانون الانتخابات قال قانون الانتخابات بشكله الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه ينبغي إعادة النظر به فورا وإشراك الانتحادات والنقابات والمحتجين السلميين في الرأي وإلا فلا داعي الانتخابات تكرس نكبة أبناء شعبنا طبعا هذه قضية واضحة هوايا ناس معترضة على قانون الانتخابات وأنه لازم يتغير غيرها هس المشكلة أيضا مو بس في قانون الانتخابات نفترض جدلا أنه تأجلت الانتخابات أو صارت في موعدها وإجا قانون الانتخابات ممتاز وكل شي متلبي بالنسبة لقضية الانتخابات ومتطلباتها أكو مشكلة الآن دا تنطرح أنه هل الناس راح تشارك بالانتخابات أو ما تشارك لأن لحد الآن الناس من المظهر العام واضح أنهم ما راح يشاركون بهذه الانتخابات ورح يشاركون بنسب ضعيفة إذا رحت عن المتظاهر إذا رحت عن المواطنين اللي قاعد بالبيت لأسباب أنهما ما مقتنعين أنه الانتخابات راح تغير شي فعليا على واقع الأرض ترجمة نانسي قنقر